بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله راح نشرح حضرات Child Health Care 1 لدكتورة إسراء الرواشدة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وإنك إن شئت الحزن إن شئت السهل اللهم يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا هنا أنفسنا الطرفة نبدأ Definitions A child is a person 18 years or younger unless national law defines a person to be an adult at an early age في ذلك الطفل هو كل شخص عمره أقل من 18 سنة unless national law إلا إذا كان إيش يعني national law هو قانون دولي معين defines a person to be an adult at an early age يعني إلا إيش إذا كان في عنا قانون معين قانون دولي معين بيقول إنه يمكن لشخص يكون بالغ بعمر أقل من 18 سنة فبشكل عام يعني كل شخص تحت 12 سنة بنقدر نعتبره كإيش كchild كطفل An infant is a child younger than one year of age فالإنفان هو عبارة عن إيش هو عبارة عن طفل عمره أقل من سنة An adult is a person aged 10 to 18 years inclusive أما الادولسنت اللي هو المراهق هو عبارة عن شخص يعني عمره مين بين اللي هو العاشرة السنوات لـ 18 سنة لماذا إليش إحنا بنهتم بصحة الأطفال؟ أول شي one of the most vulnerable segments of the population فطبعا الأطفال هم أكثر هم من أكثر الفئات المعارضين للخطر بمجتمعنا يعني بمجتمعنا بشكل عام A child is dependent on adults for their optimal development and survival النقطة الثانية الأطفال بيعتمدوا اعتماد كامل على اللي هم الكبار مشان إيش مشان الdevelopment اللي هو النمو تبعهم وإنهم مشان يعيشوا ما بقدر الأطفال يعيشوا بدون وجود الكبار طبعا Critical Years of Life Of course يعني سنين الطفولة هي سنين مهمة جدا بحياة الشخص اللي بتحدد يعني شغلات كثير بإله يعني فخاصة ليش لأنه بيكون في عنا Biological Immaturity لأنه Immunity اللي هو الجهاز المناعة عنده أو خلني حكي المناعة تبعته بتكون ضعيفة في اللي هو بسنواته الأولى وهو طفل فنتيجة لذلك بصير عنا Increased Risk of Infectious Diseases and Increased Risk of Infectious Diseases فبيزيد عنا إيش احتمالية وخطورة إنه إيش إنه الطفل يجي إيش Infectious Diseases اللي هي إيش أمراض معدية مثلا أو أمراض معينة and Rapid Growth of course طبعا اللي هو الأطفال عندهم Rapid Growth اللي هو نمو بشكل سريع وتطور بشكل سريع الآن Development هو مصطلح يعني مختص أكثر شيء بالبراين فإنحنا نقول Development of the Brain تطور الدماغ والRapid Growth Growth يعني بشكل عامل هو أجزاء أخرى من الجسم Physical Physically Majority of Child Death are Preventable and Treatable معظم حالات وفاة الأطفال ممكن أنه نتجنبها ونقدر نعالجها اللي هي الأسباب اللي أدت للشالد فذلك منقول عنها إيش preventable يعني ممكن تجنبها Treatable اللي هي أسباب اللي سوت الحالات الوفاة يمكن إيش يمكن إنه نعالجها Childhood Illness Contribute Substantially To the Global Burden of Disease وطبعا اللي هو الأمراض اللي بتصيب الأطفال بتأثر وبتساهم بشكل واضح وكبير جدا في اللي هو في الحمل العالمي للأمراض A good measure of societal progress وطبعا صحة الأطفال بتبين إنه إذا هذا المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أو المجتمع مجتمعات بشكل عام بتكون متقدمة أو لا نعم Scope of the problem An estimated 6.2 million children and young adults under age 15 died mostly from preventable causes in 2018 فتقريبا عندنا 6.2 6.2 مليون 200 ألف طفل ومراهق ما تحت الخمسطعش تمام ماتوا بسبب preventable causes اللي هي يعني أسباب ممكن تجنبها في سنة 2018 فقط The highest risk of death is during the neonatal period the first 28 days of life وطبعاً بتكون أكبر نسبة أو أكبر خطر إنه الطفل يتوفى أو نعم أكثر اكتمانياً أن الطفل يتوفى بتكون عنا إيش اللي هو من neonatal period Neonatal period اللي هي الفترة بتكون عنا إيش أول 28 يوم من الحياة يعني أو after birth 1 in 26 children died before reaching age 5 in 2018 في سنة 2018 واحد من كل من يعني واحد من كل 26 طفل بيموت قبل ما يصل اللي هو الـ age of 5 تمام ولكن مقارنة مع سنة 1990 سنة 1990 بيكون عنا بيكون عنا طفل من 11 طفل بيموتوا قبل ما يصلوا إيش اللي هو عمر 5 سنوات وبنلاحظ أنه في عنا تقدم هائل بصحة الأطفال يعني بناء على هذه الأرقام طبعا هذا الـ UN report اللي هو من United Nations يعني Child mortality rate في من عام 1990 إلى 2017 بنلاحظ أنه بهذا الكرب عنا كثير من دول معينة هنحكي الدول هذي بنلاحظ أنه الكرب إيش منحدر فيها يعني أنه mortality rate children اللي هو معدل وفياتهم قل بشكل ملحوظ وكبير إلا في بعض الدول مثل اللي هو United States Russia Argentina مثلا هنحكي United States اللي هو الأمريكي مثلا وروسيا أصلا أصلا يعني صحة الأطفال أنهم كانت ممتازة من سنة 1990 فبنلاحظ أنه قلت بشكل خفيف جدا لأنه أصلا الـ child mortality عندهم قليل فمعدل وفيات الأطفال عندهم قليل ولكن مثلا بلاحظ دولتها بوركينفاسو لاحظ إيش لحد وين يعني نزلت معدل موفية الأطفال عندهم من سنة 1990 لاحظ كيف كان عالي ل سنة 2017 فبنلاحظ أنه قل بشكل لأنه إنديكياترز معينة من استخدامها لنحسن معدل وفيات الأطفال فهي احتمالية الوفاة الطفل منذ ولاده لحد ما يصل خمس سنوات لكل ألف حالة ولاده هذه هي الـ 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 probability of dying between birth and exactly one year of age احتمالية الوفاة من عند الولادة لحد تقريبا هو أول سنة exactly one year of age لحد أول سنة من عمر الطفل لكل 1000 life birth لكل ألف مولود و نيو نيتل مورتلتي ريت NMR probability of dying during the first 28 days of life واي احتمالية ايش وفاة الوفاة الطفل في أول 28 يوم إلو إكس بير 1000 لكل أش لكل ألف مولود جديد causes of death الآن أسباب الوفاة للأطفال تختلف بعمل معينة أو بعمل كثير أصلاً أولاً هي تختلف بالـ age group they differ by age group تختلف أش بالعمر common problems that occur beyond the neonatal period tend to be more easily addressed by public health strategies while neonatal problems may require more clinical based interventions فالمشاكل اللي ممكن تصير أو المشاكل اللي ممكن تصير للأطفال بعد النيو نيتل period تمام ممكن أنه يعني نحلها مثلاً أو نمنح حدوثها من خلال اللي هو public health strategies تمام من خلال اللي هو يعني استراتيجية الصحة العامة ولكن النيو نيتل problems ما نقدر نحلها بال public health strategies ولكن clinical based interventions اللي هو إلا إيش بأمور سريرية ترجع للمستشفى ترجع للمستشفى مشان نتخلل المشاكل نيو نيتل خلنحكي Most interventions aimed at decreasing نيو نيتل mortality are linked to perinatal and maternal care interventions ومعظم اللي خلنحكي اللي هي التدخلات اللي بنسميها بنسويها مشان إيش نمنع أو نقلل اللي هو من نيو نيتل مورتالي اللي هي من معدل وفيات اللي هو للأطفال اللي هو بعمر أول 28 يوم بتكون عنا مرتبطة بالأمور اللي بنسويها مشان نمنع الperinatal الperinatal اللي هو يعني الوفاق قبل الولادة والmaternal care اللي هو أيضا كمان صحة الأم فالinterventions هذي اللي مشان صحة الأم والperinatal اللي هي كمان اللي هو صحة الطفل في في رحم أمه are linked to neonatal mortality نعم there is inequitable distribution of child death 99% of childhood deaths occur in low and middle income countries ففي هنا توزيغ خلنحكي غير عادل لل child deaths لأنه 99% من وفيات الأطفال بتصير عنا بالدول اللي داخلهم بكون قليل أو متوسط 93% of all childhood deaths occur in Asia 42% and africa 51% و 1090% من كل وفيات الأطفال بتصير في آسيا آسيا إلها نسبة 42% وأفريقيا إلها نسبة 51% من كل childhood deaths بتصير فيها طبعا يعني لأنه آفريكا آفريقيا يعني خنقول الوضاع معيشي فيها صعب جدا فلذلك منلاحظ أنه فيها childhood deaths يعني عالي جدا The under 5 mortality rate in sub-saharan africa is tenfold that of the rate in the industrialized countries يهو أكبر بعشر مرات تمام that of the rate in the industrialized countries فمنلاحظ أنه under 5 mortality rate بنلاحظ أنه في sub-saharan africa اللي هو هذة الدولة أكبر عشر مرات من معدل وفيات الأطفال اللي هو بالدول المتقدمة in general leading causes of death in children under 5 years فهذه هي الأسباب اللي إيش بتأدي لوفاة الأطفال تحت خمس سنوات Pre-term birth complications اللي هي خلينا نحكي اللي هنالنفس اللي هما أطفال الخداج اللي هما الأطفال اللي بولدوا يعني قبل ما يكملوا التسع أشهر ف Pre-term birth complications اللي هو المضاعفات اللي بصير للأطفال هذول اللي هما خنقول أطفال الخداج هو واحد من الأسباب ال leading لل under 5 mortality pneumonia ارتهاب الرئوي intra-partum related events اللي هو بعض الأحداث اللي بتصير يعني ضمن الولادة مثل الbert asphyxia فمثلا بعض الأطفال ممكن انهم يختنقوهم يعني بمرحلة الولادة نفسها congenital anomalies اللي هو العيوب الخلقية مثلا أو الأمراض الخلقية مثلا diarrhea اللي هي الإسهال new natal sepsis and malaria اللي هو التلوث والي يكون للأطفال new natal sepsis and malaria اللي هو يعني المالاريا بتصير لبعض الأطفال فهذه هي الأسباب اللي هي leading cause of death in children under 5 injuries play a more prominent role in the deaths of older children خلنا نحكي اللي هي الإصابات اللي هي الحوادث اللي هي الإصابات بتكون عنا إيش بتلعب دور أكبر في في older children death اللي هو الأطفال الأكبر عمرا اللي هو إيش الإصابات the injuries نعم factors that affect the health of the children شي هي العوامل اللي بتأثر على صحة الأطفال أول شي الفقر طبعا إذا كان الطفل عايش في مجتمع فقير أو مثلا أو أسر فقيرة هذا طبعا رح يأثر سلبا على صحته poor and inadequate nutrition اللي هو malnutrition سوء التغذية سوء التغذية inequality اللي هو عدم العدالة أو relative poverty لأنه بعض المرات بنلاحظ أنه relative poverty يعني اللي هي بيكون عندنا مثلا مجتمع مثلا مزدهر نوعا ما بس بيكون فيه إيش جيوب فقر جيوب فقر يعني يعني ناس يعني كميتهم قليلة جدا تمام ولكن إيش بيكونوا يعني تحت خط الفقر lack of access to care and inadequate health services يمكن أنه الطفل مثلا عايش في مجتمع ما فيه اللي هو primary health centers مثلا ما فيه اللي هو مراكز صحية أولية فلذلك ما بيصلي الخدمات الصحية بشكل بشكل كويس lack of material education يمكن أنه الأم مثلا مش متعلمة كويس عن صحة الأطفال فممكن نضرهم conflict war disaster الحروب والمجاعة طبعا بتأثر على صحة الأطفال lack of safe and inadequate water supply and poor sanitation عدم توفر عدم توفر اللي هو water supply اللي هو يعني مياه للأطفال عدم توفر مياه آمنة وكافية للأطفال وهذا طبعا أكثر شيء من لاحظه في أفريقيا وال poor sanitation يمكن توفر مياه ولكن المياه هذا مثلا تكون منوثة فهذا معنا poor sanitation high fertility rate طبعا لما الطفل يكون مولود بعائلة مثلا كبيرة هذا الإشي بيأثر على صحته فهذا معنا hyper fertility rate poor maternal health surfaces وكمان ناس ما قلنا مثل ما قلنا أنه في عندنا link between the neonatal mortality prevention مع اللي هو مع maternal health فلما تكون عندنا صحة الأم مثلا صحة الأم مش كويسة بتكون عندنا منظم الحالات صحة الطفل كمان بتكون مش كويسة فهذه هي العوامل اللي بتأثر على صحة الأطفال بشكل عام malnutrition is estimated to contribute indirectly to more than one third of all child death ف malnutrition سوء التغذية تقريبا بيقولوا انه يعني يعني contribute indirectly يعني هو بيسبب بشكل غير مباشر ثلث حالات الوفاة عند الأطفال اللي هو إيش سوء التغذية malnutrition morbidity اللي هو المرضية اللي بتصير عندنا عند الأطفال الأمراض اللي ممكن نطب الأطفال common diseases with low fatality but cause significant disabilities فهي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن أمراض شائعة ما يعني الفيتالية تبعتها إن كانت هنا تقتل الطفل أو إنها يعني تموت الطفل قليلة ولكن ممكن إنها تعمل إيش اللي هو إعاقة عند الطفل ما بنقدر نحسب المorbidity اللي هو المرضية إذا استخدمنا mortality rates يعني إذا ما بنقدر نستخدم اللي هو معدل الأمراض اللي مصنع للأطفال إذا استخدمنا إيش معدلات الوفاة مثل under 5 mortality rate أو النينيت وإلى آخره فما بنقدر نستخدم هذولة مشان إيش مشان نحسب أو نطلع المorbidity بعض الأمثلة على المorbidity أول شيء vitamin A deficiency اللي هو نقص في vitamin A leading cause of preventable blindness worldwide فالvitamin A deficiency هو leading cause اللي هو السبب أكبر الأسباب يعني اللي بتأدي عنا اللي هو preventable blindness اللي هو العما الذي يمكن تجنمه preventable blindness iodine deficiency اللي هو اللي هو لما يكون عند مشكلة باليود preventable cause of developmental delay فلما يكون اليود قليل مثلا بجسم الطفل هذا بيسي عن إيش اللي هو تأخر بتطور الطفل أو نموه iron deficiency affects more than 50% of children اللي هو لما يكون عند نقص بالحديد مثلا بيأثر بيأثر عنا على أكثر من 50% من الأطفال مثل أنيميا اللي هو فقر الدم decreased performance in school فالأنيميا هذي شو بتسوي عنك decreased performance in school يعني بتقلل الطفل يعني بتقلل اللي هو من المستوى الدراسي خلني حكي هلمنتيك انفكشنز اللي هو الطفيليات يعني بتسوي عندنا أنيميا اللي هو فقر دم poor growth بتأخر النمو decreased learning وبتقلل قدرة الطفل على التعلم فهذه الهلمنتيك انفكشنز عنا هذه الهداف التي وضعت من قبل World Health Organization أعتقد ف لازم نركز عليها يعني لأنه الدكتور جابت تعلم واحدة من هذل الأرقام خلنحكي اللي هي الـ SDGs هذا الأرقام Target 3.2 Target 3.8 للـ SDGs الـ SDGs MDG 4 The child mortality rate has reduced by more than half over the past 24 years 25 years falling from 90 to 43 deaths per 1000 births but it has failed to meet the MDG Target of a drop of two thirds ف الـ MDG كانوا بدهم ايش كانوا بدهم انهم قللوا انهم معدلوا وفيات الأطفال من سنة اللي هو بدء اللي هو يعني بعد اول ما حطوا اللي هو الـ MDG سنة اعتقد الـ 2000 كانوا ايش يعني حاطيه ببالهم انهم يقللوا معدل الوفيات عند الأطفال لحد لثلثين تمام ولكن ما قدروا يصروا لهذا الرقم فهو رجع من سنة الـ 2000 من تسعين حالة وفاة كل ألف ولادة لثلاثة واربعين حالة وفاة سنة 2015 لكل ألف حالة ولادة الـ SDGs هذي من سنة 2015 اعتقد لسنة 2030 ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages بالنحظ انه by 2030 in preventable deaths of newborns and children under 5 of age فهم بدهم يمنعوا كل حالات اللي هو الـ preventable death اللي هي يمكن تجنبها للأطفال المولودين جديد والأطفال اللي هو الأقل من خمس سنوات كعمر with with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1000 birth and under 5 mortality to at least as low as 25 per 1000 birth فهم مو بدهم ايش نقلللوا حالات وفاة الأطفال اللي هم حديثي الولادة من صير لحد 12 طفل لكل ألف طفل والأطفال اللي هم under 5 اللي هم يعني أقل اللي هو 25 طفل لكل ألف حالة تولادة أتشييف universal health coverage including financial risk protection access to quality essential health care services and assist to safe effective quality and affordable essential medicines and vaccines for all فبدهم ايش يعني بشكل عام بدهم يصلوا لتغطية صحية شاملة لكل الـ age groups للموجودين عنا بالمجتمعات نعم يعني هذه الأرقام لازم نركز عليها يعني نعم كمان vaccines for all اللي هو المطاعيم المطاعيم للكل هذه كمان النقطة لازم نركز عليها نعم تمام مثل ما بنعرف اللي هو يوم الطفل العالمي اللي هو 20 نوفمبر شو هي حالة اللي هو الـ child health بالأردن شو هو شو وضع صحة الأطفال عنا بالأردن لأنه لأنه كان بدهم قللوا حالات الهو الوفاة الأطفال لثلثين لأقل من الثلثين نعم فمنقول أن قلت من سنة 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 2012 ولكن مش to meet the MDGs infant mortality rate عنا بالأردن 17 حالة وفاة لكل ألف ولادة والـ Under 5 mortality rate 21 حالة وفاة لكل ألف ولادة الـ Neonatal mortality currently makes up more than 70% of deaths of children Under 5 Under 5 Third of these deaths are preventable فالNeonatal mortality اللي هي حالة الوفاة اللي بسرعة لنا في أول 28 يوم بتكون عنا 70% من الوفيات اللي بتصير للأطفال أقل اللي هي عمرهم أقل من خمس سنوات Third of these deaths are preventable فالثلث من هذا الرقم اللي عنا تمام ممكن أنه ثلث حالة الوفاة هذه ممكن أنه نتجنبها Neonatal deaths are under reported in Jordan primarily because of weak reporting system and legislation under which families are responsible for registering births and deaths rather than the health facilities and institution حالات الوفاة للأطفال هم الأطفال الرض أخي حديثي الولادة بنلاحظ أنها بالأردن يعني under reported يعني ما بنلاحظ أنه في عليها اللي هو ما بسدوها بشكل مستمر خلنحكي under reported بتكون عنا لأنه الـ reporting system اللي هو التقارير التقاريرات هذة اللي هي بصير لحديث الولادة وتقرير الوفاة وتقرير اللي هو تقرير الوفاة والولادة بتكون اللي هي العائلات هي مسؤولة عن اللي هو تسجيله تسجيل الطفل مثلا إذا توفى أو إذا ولد وليس الـ وليس هي الم خلنحكي المؤسسات الصحية هي اللي بتقوم بهذا الشغل other main causes of mortality among children under 5 include diarrhea and lower and upper respiratory infections followed by infectious diseases and injuries طبعا other main causes among children اللي هو كمان بعض اللي هو الأسباب للوفاة اللي بتصعين للأطفال في الأردن الأقال من 5 سنوات diarrhea اللي هو الإسهال lower and upper respiratory infections اللي هي الالتهابات اللي هي الجهاز التنفس العليا والسفلة followed by infectious diseases اللي هو الأمراض اللي خنقول المعدية أنا أحكي والإنجريز والإصابات وهذا قولنا إشي طبعا يعني عارفينه لأنه نسمي قولنا البورتي اللي هو الفقر بأثر على صحة الأطفال فمنلاحظ أنه منلاحظ أنها أكبر بكثير ثلاث مرات أكبر من اللي هو عند الأطفال من ولده بعائلات اللي هو نقول فقيرة مقارنة مع الأطفال اللي بنولده بعائلات غنية فهنا 29 حالة وفاة لكل ألف ولادة هنا عنا 11 حالة وفاة لكل ألف ولادة تقريبا اللي هو معدل تبعها 26 حالة وفاة لكل ألف ولادة في عجرون 7.4 نعم اللي هو 26 حالة وفاة لكل ألف ولادة في عجرون وفي معان 7.4 1 1000 معان نعم في هذا طبعا في الحكي كان 2013 الهيلت سيرفزز الخدمات الصحية التي تقدم لنا للأطفال الأطفال يمكن أن يكون تقريبا كما تقريبا preventive and promotive care care in illness monitoring of growth and development شيء الخدمات الصحية التي نستطيع نعطيها أو نستطيع نوفرها للأطفال أول شيء اللي هو preventive and promotive care اللي هو الصحة الوقائية الكير الإلنس اللي هو كيف يمكن أنك ترع الطفل في حالة مرضه هذه الكير الإلنس والmonitoring of growth and development اللي هو خلنحكي اللي هو مراقبة نعم مراقبة لموت الأطفال وتقدمهم preventive and promotive care includes immunization health check-up health education and nutritional education immunization اللي هو برنامج المطاعيم أو المطعومات health check-up اللي هو خلنحكي اللي هو الفحوصات اللي بنعملها للطفل هذه health check-up health education إنك تعلم تزيد الوعي الصحي للعائلة مشان child health والnutritional education كمان اللي هو تخلي ترفع الوعي عند العائلات عن إيش اللي هو خلنحكي اللي هو كيف إنه منقدر نعطي أفضل nutrition اللي هو التغذية الصحية مناسبة للأطفال فلذلك إيش بنعلم العائلات اللي هو nutritional education immunization seven seven easily preventable diseases are responsible for most childhood morbidity and mortality في عنا سبع سبع diseases سبع أمراض يمكن تجنبها هي المسؤولة عن معظم حالات الوفاء ومعظم حالات المرض اللي بسرع للأطفال these are TB diphtheria pertussis neonatal titanus poliomyelitis measles and viral hepatitis B children can be protected by a fairly cheap and simple program on immunization فالأطفال ممكن نحميهم من كل هذه الأمراض تمام مثل مرض cell diphtheria pertussis neonatal titanus مثلا الكوزاز كنحكي poliomyelitis للأطفال measles اللي هو الجدري وال viral hepatitis B اللي هو التهاب الكبد الوبائي نوع بكل يات هذه الأمراض بنقدر نحمي الأطفال منها من خلال المطعمات أو المطاعم Before they are one year old بنقدر نعطي هذه المطاعم كلياتها قبل ما ونحمي الأطفال من هذه الأمراض قبل ما يصل أصلا الطفل عمر سنة الأولى فأول ما يولد الطفل لازم لازم أنه يصير له شوية فحوصات على الأقل مرتين أولا أول ما ينولد في أول 24 ساعة له وقبل ما نطرع من المستشفى كمان لازم نعمل إلو examination ثاني لازم إيش نعمل إلو اللي هو فحص ثاني فحوصات أخرى مشان إيش نتأكد إنه الطفل يعني صحته كويسي ولا لا من المستشفى من المستشفى لازم من المستشفى بشكل سنو فكمان لازم أن نعمل الفحوصات بشكل دوري للأطفال بكل شهر تمام في حال اللي هو الطفل بعد الولادة يعني infancy بتقدر تخلينا تخلينا إيش نتعرف و على الأطفال اللي هم at risk الأطفال اللي عندهم إيش عندهم مشاكل مثلا يمكن congenital anomalies أو إلى آخره و can be followed more closely to be closely by appropriate screening or diagnostic tests and or paid home visits if needed فبعد من نتعرف على الأطفال هذول اللي مثلا إحنا خايفين عندهم مرض معين اللي بنقدر نتسوي لهم فحوصات مخبرية أكثر اختصاصية مثلا من خلال appropriate screening or diagnostic tests مثلا بعض الفحوصات المعينة مثلا إنها بتأكد إنه الطفل هذا عنده المرض المعين أو لا أو حتى paid home visits if needed أو إنه مثلا بعض الهو health workers يصاروا الطفل وصله على الدار فهذه معنى paid home visits at risk children مين هم الأطفال اللي إحنا من خاف من وضعهم الصحي خليحكي الأطفال أول شي اللي هو وزن الولد عندهم أقل من 2.5 كيلورا التوئم كمان هذول ايش at risk children يعني معرضين للخطر الbirth order الطفل اللي بكون يعني البعد الخامس في الدار السادس مثلا الخامس أو السادس أو السابع ترتيبه في العيلة هذا كمان لازم نشوف هو at risk children artificial feeding الطفل اللي هو إيش اللي هو خنحكي برضع رضاعة صناعية أو معتبد على أكل صناعية خنحكي يعني weight below 60% of the expected weight for age الأطفال اللي بكون عندهم اللي بكون الوزن تبعهم أقل ب60% من الوزن المتوقع لطفل طبيعي بعمره failure to gain weight for 3 successive month لما يكون عند الطفل مش قادر إنه يكسب وزن لثلاث شهور متتالية هان لازم نخاف ولازم نسوي إلو more appropriate screening وdiagnostic test children having protein inner demand nutrition الأطفال اللي بكون عندهم اللي هو تغذية في البروتين children having diarrhea اللي هو اللي بعانوا من الإسهال or acute respiratory infections والأطفال اللي بكون عندهم اللي هو التهابات جهزتنا في صيل حاد تمام شو هي الأمور اللي بنسويها للأطفال تمام مشان نشوف إذا نحد أنهم at risk وإلى آخره مشان نشوف إذا في عندهم أي congenital and heritable disorders يعني هو إذا كان عندهم أي أمراض مثلا نقول وراثية أي عيوب خلقية أي مثلا أمراض congenital نحكي الآن كيف نتعرف على هذو الأطفال بيكون بمالتستب يعني بيكون يعني بخطوات معينة أول شي فعينات دم نخذها من الأطفال اللي هم حديثي الولادة وبنوديها للأبات مشان إيش أنهم يعني يصورها analyzing اللي هو يفحصوها يشوف إذا مثلا فيها إشي abnormal وإلى آخره فإذا مثلا شاف أنه اللي هو الشغالين باللاب إذا شاف أنه النتيجة abnormal بيبلغوا اللي هو السلطات الصحية الموجودة مثلا أو الكلينيك اللي هو الطفل راه عليه مثلا أو المستشفى أو المركز الصحي أو إلى آخره The clinic provides follow-up to assist linking families with appropriate providers to confirm the test results فبعد ما يعني يصير الـ notification الكلينيك بيودي أو بيساعد العيلة مشان إيش تعمل follow-up اللي هو حالة نيوبورن فهم مثلا إذا شافوا أنه عندهم مرض معين يودهم على ناس متخصين أكثر مشان يأكدوا إذا هذا المرض عند الطفل أو لا The National Newborn Screening Project covers nearly 29 conditions فالبرنامج الوطني لل Newborn Screening اللي فحص اللي هو الأطفال الحديثي الولادة تقريبا بشمل 29 حالة These include 20 inborn errors of metabolism اللي هو اللي ما يكون عند الأطفال مشكلة في اللي هو الأيض مثلا 3 هيموغلوبين هيموغلوبين ومثلا هيموغلوبين including sickle cell disease كمان اللي هو الأمراض اللي بتصير بالهيموغلوبين مثل اللي هو اليميا المنجرية مثلا 2 endocrine disorders مثل الhypothyroidism أو الhyperthyroidism مثلا 1 hearing loss disease and 3 other metabolic disorders these disorders may cause severe mental retardation الآن إذا خلينا disorders هذه أو مثلا اكتشفناها بوقت بتأخر تمام يمكن تعمل للطفل اللي هو تخلف عقلي mental retardation illness أمراض أو death حتى يمكن تذبح الطفل if not treated in the early stages if treated infants may live relatively normal resulting in savings in medical costs over time فإذا إذا ما اكتشفنا هذه الأمراض بمرحلة خنقول بمرحلة بكية شوية تمام ممكن أن الطفل يصير عنده تخلف عقلي ممكن أنه يمرض مرض خطير جدا ويمكن أنه يموت تمام فإذا اكتشفناها بمرحلة مبكرة تمام الأطفال ممكن أنهم يعيشوا حياة طبيعية وبذلك مثلا نحن 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 على طبعاً هو واحد من المتابل موجودات عنها بالأردن في النشونال نيوبورن سكريننج برغم فهذا الطفل تم تشخيصه بحالة الفين الكيتونوريا بمرحلة مبكرة ولكن هذا الطفل ما تم تشخيصه بمرحلة مبكرة وسبب عنده mental retardation وسوى عنده كمان disabilities disability اللي هو الإعاقة اللي شايفينها قدامكم Health Education نشر الوعي الصحي والتعليم الصحي للأباء والأمهات تمام عن صحة الأطفال أول شي Child Reating كيف بتقدر تربط الطفل بطريقة صحية Cleaning Bathing تنظيف الطفل وإنك يعني خلني حكي الاستحمام تبعه As well as The importance of exposure to the ultraviolet rays of the sun وكمان ايش بنعلمهم بيعلموهم شي هي أهمية إنه الطفل يتعرض للشمس Immunization اللي هو المطاعيم Benefits Timing and Possible Side Effects لازم نعلم اللي هو العائلات وشي هي أهمية المطاعيم تمام شو هي الحسنات تبعتها شو ممكن يصير عندنا أعراض جانبية ومتى بنعطي هذا المطاعيم Family Planning اللي هو Family Planning It is indirectly related to child health لأنه نسمي قلنا اللي هو واحد من Child At Risk يعني اللي هو الطفل اللي يكون ترتيبه الخامس أو السادس بالعيلة ف Family Planning اللي هو تنظيم الأسرة بقدر اللي هو يعني يرفع من أو يحسن بشكل غير مباشر يحسن من اللي هو من Child Health نعم Nutritional Education اللي هو التعليم خانيحكي اللي هو التعليم كيفية اللي هو كيف الطفل بوكر بطريقة صحية خانيحكي Nutritional Education تغذية صحية الطفل Breast feeding Breast milk is the perfect food for babies and the best protection against life-threatening illnesses فلازم إيش نفهم العائلات إنه اللي هو الbreast milk اللي هو الحليب الأم خانيحكي هو الطعام الperfect المثالي للأطفال تمام وبيعطي أفضل حماية ضد diseases Breast feeding باين mother and child كمام بقوى الروابط بين الأم والطفل costless ما بكلف شي naturally encourages birth spacing كمان هو واحد من الأمور لما أخذنا مع الدكتور النظال يعني هو واحد من الطرق مشان إيش تنظيم أسرة also could prevent deaths of at least one million children a year وكمان بقدر إنه بالbreast feeding منقدر إيش إنه نمنع وفاة يعني أقل شي مليون طفل كل سنة yet breast feeding practice is not uniformly common in many developing countries for several reasons ولكن حتى مع هذه الحسنات كل آياتها بنلاحظ إنه الbreast feeding اللي هو الرضاعة الطبيعية بتكون برش تقل بالهو بالهي الدول النامية ليش ليش أول شي أن الهو برش 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 فبعض المستشفيات والمتارة الكلينيكس اللي هو بعض اللي هو المراكز لصحة الأم بتشجع الأمهات على إعطاء اللي هو حليب المصنع تمام؟ للأطفال ومش بقصد أنهم مثلا يرفع من صحته أو أي شيء لا ولكن بقصد الماركتنج يعني يتكسبوا من وراء aggressive marketing تمام؟ other practices such as separating babies from mothers at birth which inhibit breastfeeding وبعض البراكتس مثلا في بعض الدول النامية إنهم بمنعوا أو بفصلوا الطفل عن أمه عند الولادة وهذا inhibits the breastfeeding بمنع الرضاعة طبيعية initiation and maintenance of breastfeeding كيف بنقدر اللي هو كيف تقدر الأم إنها تبدأ وتحافظ على الرضاعة الطبيعية the decision of breastfeeding should be made during the antenatal period by the help of the obstetrician and pediatrician نعم فقرار إنه الأم تبلش بالbreastfeeding اللي هو تعطي اللي هو الطفل الرضاعة الطبيعية لازم يكون هذا القرار تم التفكير فيه قبل الولادة antenatal period وكمان بمساعدة اللي هو الطبيب الأطفال وكمان طبيب الولادة لل obstetrician رضاعة الآن بعض الأمور مرهمة مشان الرضاعة الطبيعية تكون على أفضل وجه ممكن أول شي لازم نبدأ الرضاعة الطبيعية بأقرب وقت ممكن فالمفضل أنه بلش الرضاعة الطبيعية بباشرة مثل الإنفنت تعطيه إيش اللي هو اللي هو breastfeeding فلازم يعتمد الطفل فقط على اللي هو حليب أمه في أول ست أشهر من عمره وبعد الست أشهر هذي ممكن أنه نبلش نعطي الطفل بعض الأطعمة اللي يعني هنقول سمي سوليد اللي هي بتكون نص أو نص صلبة أو صلبة جزئيا يعني فطبعا بتعطيه اللي هو الأطعمة الثانية طبعا تكون يعني أطعمة خفيفة على معت الطفل هذي نقطة وطبعا اللي هو بعد ما يخضر الطبيعية breastfeeding should be continued throughout the second year of life وإذا منك دا كمان إذا تقدر الأم تكمل اللي هو breastfeeding تبعها اللي هو الرضاعة تبعتها لحد ما يصل الطفل لسنته الثانية بحيث أنه يكون الرضاعة بحيث أنه الطفل يكون يعني ثم موجود عنه بشكل كويس بحيث بحيث يعني لازم نبعد عن الزجاجات الحنيب و اللي هو اللحايات pacifiers the mother's food and fluids should meet her needs during lactation وطبعا صحة الأم خلني مش بصحة الأم هتا يعني اللي هو شو بتوكل الأم شو بتشرب لازم إيش أنه يعني meet her needs لازم إيش أنه يعني يقابل احتياجاتها في فترة الرضاعة نعم supplementary foods الآن الأطعمة اللي هي بتبلش هذه بعد ستة أشهر من ولادة الطفل babies can grow on breast milk alone for the first six months of life تمام في أول ستة أشهر من الحياة الطفل ممكن أنه ينمو فقط على اللي هو supplementary foods أسف اللي هو breast milk نعم after that age breast milk alone may not be enough other foods need to be added with continuation of breast feeding for as long as possible preferably 24 months تمام فمثل ما قلنا الآن بعد العمر اللي بعد ما بعد مسر الطفل ست أشهر بنبلش إيش نعطي اللي هو الفوتز الأخرى اللي هو الأطعمة الأخرى تمام معيش مع الاستمرار بل هي عملية الرضاعة لأطول وقت ممكن تقريبا يعني للاحد 24-20 سنتين gradual food introduction other than breast milk weaning is recommended ف إحنا منعطى الطفل اللي هو gradually يعني اللي هو الفوت presentation إلو إعطاء الأطعمة إلو لازم يكون إيش بشكل تدريج يعني منبلش بكميات صغيرة بعدين يكبر كمية للطفل مشان إيش نقدر نفط الطفل اللي هو weaning in most communities supplementary feeding starts by semi-sourid prepared from the local staple food ففي بعظم المجتمعات بتلاحظ إنه اللي هو يعني بعض الأكلات الشعبية بتكون لأطفال اللي هو يعني supplementary foods مشان إيش يعني يحاول يغطع الطفل عن breastfeeding نعم اللي هو فترة الفطام فيها خطرين أول شيء ما هو سوء التغذية It is a common problem during the weaning period as the weaning foods are usually watery less nutritive and less energy supplying than the breast milk فالمشاكل أول شيء المال نترشين اللي هو سوء التغذية لأنه المال نترشين اللي هو الأطعم اللي غير اللي هو breast milk اللي غير حليب للأم بكون يعني فيها كمية مية أكثر less nutritive يعني ما فيها اللي هو المواد المفيدة أكثر ما فيها مواد مفيدة كثير مثل breast milk و less energy بتاعت الطاقة أقل للطفل contamination يمكن هذا الأطعم أيضا يكون فيها إيش اللي هو ملوث there is of contamination of the weaning food is high so diarrhea is coming during this period فالإسهال بلناحظه بشكل شائع يعني أكثر اللي هو الweaning period فترة الفطان with diarrhea parents usually starved which aggregates the malnutrition ولما الطفل اللي صغير عنده diarrhea بعض الآباء تمام بشكل عام بقطعوا الأكل عن الطفل وهذا إشي غاط لأنه بزيد من اللي هو malnutrition بزيد اللي هو من سوء التغذير الطفل حليب الأمن حليب الأمن ما فيه كمية حديد كبير فبعد 6 months بعد ما يكون فيه عند اللي هو 6 أشهر للطفل عمره يصير 6 أشهر أو أكثر لازم ينعط أطعمة تكون فيها iron لماذا؟ لأنه iron ستوز اللي هو مخازن الحديد الموجود غلي الطفل تمام الموجود باللبر اللي هو موجود بالكبد تم استهلاك الموجود تعال تقطع الطفل مباشرة عن الرضاع فلازم تقطعه بشكل متقطع آسف بشكل تدريجي القيمة الغذائية للأكلات الشعبية لكي يفتم الطفل لازم تصير قيمة الغذائية ترتفع كل الأغذية اللي منعطيها للطفل لازم تكون يعني خنقول تكون يعني فرش لازم تكون فرش لازم طازجة عالقادر المستطاع طبعا together with supplements مع ايش اللي هو الاطعم اللي هي السفلمنت هذي as breast milk may be the only available clean source of animal protein ليش لأنه ممكن أنه في بعض الحالات يكون حليب الأم فقط هو المصدر الوحيد والنظيف للانيميل البروتين اللي هو البروتينة الحيوانية للطفل نعم cleanliness and hygiene should be ensured during food preparation مشان ايش نمنع الcontamination فلازم اللي هو لما نعطي الطفل لازم تكون الفود هذا نظيف مشان نمنع ايش الcontamination تلوث والدائرية اللي من نسي للطفل only one new food is introduced at a time فلنعطي الطفل نوع واحد من الطعام كل مرة مش نعطيه كمية طفل كمية يعني اكل زيادة وانمع كثير للاكل لانه بصعب عملية هذا ما عنده small quantities of the new food is introduced first and gradually increased فنس ما قولنا بشكل gradual انت بتعطي الفود اول شي بكميات قليلة بعدين بترفع الكمية foods are introduced by plate and spoon صحنو يعني بصحنو بمناقة اول شي which should be colored and attractive مشان ايش انه colored attractive يعني تكون ملونة تكون ملفتة للنظر مشان الطفل يقبل انه يوكلها يعني infant starvation during diarrhea should be avoided ما لازم ايش في حالة الاسهال ما لازم نمنع الاكل عن الطفل لانه بزيد عندك مشكلة اللي هو سوء التغذية with the beginning of weaning the chances of another pregnancy are greatly increased so an action for child spacing should be motivated واخر شي انه لما تبلش عندنا فترة الفطام احتمالية انه الام تحمل بتزيد لذلك لازم يكون في كون to supportive methods مثلا او انه طريقة معينة مشان هو المباعد بين الأحمل يتم اتباعها في عندنا هذا المعلومة The brain develops more rapidly when the child first enter school than at any other age هذة معلومة من الأخطاء الشائعة اللي بتقول لنا بالمجتمع False The brain develops most rapidly before birth and in the first two years of life فإذا التطور الدماغ بكون أكثر إشي قبل الولادة وأول سنتين من الحياة بيكون أكثر إشي مش إنه لما يتفوت الطفل أول إشي للمدرسة بزيد اللي هو development of brain هذه غلط The efforts to help the child learn at this age will benefit the child for their whole life وفي أول سنتين إذا علمنا الطفل بشكل صحيح بتساعد هذه المعلومات اللي تعلمها بتساعده on their whole life يعني بشكل عام حياته كان وهيك إن شاء الله بنكون خلصنا المحاضرة الأولى من Child Health إن شاء الله تكونوا وسط المعلومات لكم بشكل كويس ويعذروني التكسير طبعا وشكرا لكم لحسن استماعكم يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة